إخواني أخواتي السلام عليكم إثما ذي اسمى الزو الغيفون إخواني سنحكي اليوم قصة عن مدينة وجدة أسا إثما ذي اسمى دانسيول إسم قيس ثن في غرم وجدة مدينة وجدة هي واحدة من أقدم وأهم من ودن في المغرب وتقع في شرق المملكة ويعود تاريخها إلى العصور القديمة ويعتقد أن تأسيسها كان في القرن العاشر الميلادي مرت وجدة بمراحل متعددة من الحكم حيث عاقب على الحكام من مختلف الحضارات بما في ذلك الأمازيغ المرابطين الموحدين والسعديين وقد كانت المدينة لفترات طويلة مركزا تجاريا استراتيجيا إغرم من وجدة إيجزكي غرمان تقليد المغرب لاثلا من الساخة تليثة فوكس لا يتوسن أمزريون نس لا يغول غر إزمز ان تاقبورت تحتضن مدينة وجدة العديد من المعالم التاريخية منها باب سيدي عبد الوهاب والمدينة العتيقة والقصبة لا يتوسن إغرم من وجدة ستسنى نس ذوم زروي النس لاثنتفك ثقورت نسيدي عبد الوهاب نافيثك غرم نتزايكوت نافيثك القصبة مدينة وجدة المعروفة بلقب عاصمة الشرق في المغرب تتميز بعدة جوانب تجعلها وجهة مثيرة للاهتمام من الناحية السياحية والاقتصادية والتعليمية والصحية ومن الناحية السياحية نجد فيها القصور والحدائق توجد بعض القصور والمنازل القديمة التي تعكس الفن المعمار المغربي التقليدي تمتاز هذه المدينة بحدائق ومنتزهات مثل منتزة للعائشة الذي يعتبر من أماكن الاستجمام الشهيرة للعائلات كما أنها تلعب دورا حيويا في الاقتصاد المغربي بما فيها التجارة والزراعة والصناعة عرفت مدينة وجدة توسعا صناعيا حيث أنشأت مناطق صناعية متعددة تحتضن مصانع لإنتاج المواد الغذائية والملابس والمواد البلاستيكية مما يوفر فرص عمل للسكان ويساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ومن أبرز المؤسسات التعليمية بوجدة نجد جامعة محمد الأول والتعليم التقني والتدريب المهني كذلك البحث العلمي أما فيما يخص قطاع الصحة نجد المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الصحية الخاصة والتطوير الصحي وجد عاصمة الشرق تتميز بتنوع مجالاتها السياحية والاقتصادية والتعليمية والصحية إخواني أخواتي أيثما ديسما استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع أنتم وأهاليكم وأسركم الكريمة شكرا لكم جزيلا تانمير في قوثن أيثما ديسما وجيخون قلمال دهنا ولمثون ملوك تانمير في قوثن أيثما ديسما